السلام عليكم أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير أموركم طيبة الوصفة اليوم هي وصفة المرق الحنب البطاطا بطريقة جيدة و سهلة جدا فكيف لا ترى أن أجبت تنجرة تقدروا طيبه في التاجين أنا لم أكن لدي التاجين كنت لقيت صراحة واحد التاجين غزال هنا في باكستان لكن كانت ترجس لي ما أعرفت لي و أحتفت لغته هنا ضد الزيتون ضد الزيتون ضد الزيتون تجلب المرق المرق والكفتة و قد توابين ضد الزيتون ضد الزيتون نطلق المرق المراق الزيتون الزيتون اشفيته ضد 500 كغ للحم شحرتهم جيدا و زيت التومة و سكينجبير مطحونين شحرتهم جود دقائق تقريبا تحييدات من اللحم الريحة و زيت تقريبا واحد البصلة مطحونة و جوج مطحونين و شحرت الكل ربعات دقائق لان مرق يجب عليك مجانس لان مرق يجب عليك مجانس لان مرق يجب عليك شربة و هنا نزيد التوابل فيهم التحميره كوركم كامون حبوب القصبر كارم النافع مطحون و ينسجع الملحة على حسب الضوء كيف يكون الملحة بزاف كيف يكون قليلا انا كنت نقصني الملحة ففي الاخير كنت ازيتها سوف يشحرت كل شيء و خطيس عليها تقريبا واحد لأشرة دقائق تلتناشرة دقيقة تدك اللحم الشراب هادك التوابل والبصلة والمطحشاو و التومة و سكينجبير مزيان و عادح اللي تعليه هو الماء بشي طيب كمية الماء كمية الماء لا تبقى على حسب شحال طيب كمية للحم و تزيد البطاطا فانا ندرت هنا كمية اللي غادي طيب ليلحم و غادي بقى لي مازال فيها اللي طيب لي فيها البطاطا و في نفس الوقت يبقى مازال لانه هو مرق فيه شوية ديال البلول كيف ما نقوله مخصوش يجيناش فكيف ما كنتشوفه هنا كان طيب ليلحم تقريبا سديت عليه واحد الساعة و نص و لها في مهيلة يعني نسئه هنا طيب ليلحم و كيف ما كنتشوفه يعني بقي ذاك المراق بقي فيه بزاف يعني كان كافي انه يطيب ليل البطاطا البطاطا خاصة تكون تناسبة مع كمية لحم كيف ما كنتشوفه غطيت عليه و خليتهم حد 15 دقيقة يعني البطاطا ما كنت تاخدش الوقت بزاف و ما كنت تاخدش سوائل بزاف باش كالطيب سوف هنا يقلب تلقيت البطاطا بطلية كنت قديت الملحة و زيت شوية ديال القصبار بروش و خلط لكل شيء و قدمته و كلاس سهلة جدا كانت منا تعجبكم الوصفاء شكرا لكم على المشاهدة بسلام عليكم